بعض التفصيل عن هذه العملية التي أعلن عنها وأفصح عنها أمريكيا إذن غارات ليلية ودوي انفجارات عملية إنزال على الشمال السوري في السيناريو شبيه بعملية مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بحسب وصف المرصد السوري شهود العيان وفصائل المعارضة تحدثوا عن هبوط عدة مروحيات في منطقة بالقرب من بلدة أطمة في محافظة إدلب وصلت تحليق مكثف لطائرات F-16 وهي الطائرات التي انطلقت من قاعدة خراب عشك في عين العرب كوباني ووصلت إلى هدفها لتقصف مروحيات التحالف الدولي بالرشاشات الثقيلة مناطق متداخلة بين محافظتي إدلب وحلب غرب قرية دير بلوت ثم نفذ الجنود أي جنود التحالف انزلاقا في المنطقة ونادوا عبر مكبرات الصوت بسرعة إخلاء أحد المنازل من النساء والأطفال قبل أن يقتحموا درت اشتباكات عنيفة بين عناصر التحالف الدولي ومسلحين تعملوا مضادات جوية لاستهداف الطائرات استمرت العملية أكثر من ساعتين وانتهت بمغادرة المروحيات المكان لتكشف الأنقاض بعد ذلك عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا بينهم نساء وأطفال وبحسب ما أكد محللون لرويترز فإن هدف التحالف الدولي من العملية هو اعتقال القيادي الأجنبي حيا كما أكد المرصد أن العملية الأكبر منذ مقتل البغداد نفذت في المنطقة التي تضم مقاتلين من جنسيات أجنبية وهي المنطقة الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام كما تضم العديد من مخيمات النازحين وينشط فيها فصيل حراس الدين المرتبط بالقاعدة وغالبا ما تستهدف واشنطن قياديين فيه آخرهم القيادي عبد الحميد المطر في أكتوبر الماضي